تصبح في هذا المجال وفي هذا الجانب مصطلحات نعم الإبداع الإبتكار نعم الإختراع نعم وكما أصبح اليوم دارج الله المستعان اللي يقول خلق نعم هذه المصطلحات الدكتور الآن نعم هل هي شيء واحد نعم يعني يجي واحد يقول أنا والله نعم أشكركم أني خلقت مثلاً طريقي أو خلقت كذا يعني ما هذه مصطلحات أو هذا يخلق كذا وكذا مثلاً التقدم الصناعي يخلق دولة متقدمة هو وإلى آخره يخلق بعبارات مصطلح الأول فهو الخلق نعم نعم هذا يكبر مصطلحات أخرى وهذا مصطلح نعم مصطلح يخلق والله يا أخي أنا هنا لا أستريح إليه لأنه هنا الخلق يجب أن نخصه بالخالق سبحانه وتعالى فيخلق هي لا بأس في اللغة يخلق بمعنى يوجد من عدم الخلق معناه إيجاد من عدم يعني مثل الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض و الله سبحانه وتعالى عبر أيضاً في الإبداع بديع السماوات والأرض بديع هنا من الإبداع يعني مبدع يعني كلمة بديع السماوات والأرض يعني مبدع يعني أبدعهما جل وعلا وأوجدهما من عدم فالخلق يعني أنا لا أستريح أبداً إلى أنه والله وهذا يخلقها يا أخي عندك الحمد لله بدائل في اللغة واللغة لا تتحجر عند مفرده وهذه ميزة رائعة جداً يعني أنه والله وهذا يخلق فالخلق فالخلق هو إيجاد من عدم وقد يكون للناحية البشرية أنه يوجد شيء الإنسان من عدم فهو قد يكون صنع هذه الآلة أو ابتكر هذه الآلة ولم تكن موجودة من قبل فيمكن أن نطلق عليها خلق هذه الآلة لكن التعبير بكلمة خلق يعني أرى أن يضع بمكانها أوجد هذه الآلة أو اخترع هذه الآلة أو ابتكر هذه الآلة بدأ الخلق يعني أنا أتصور أنه يكون أدباً مع الله سبحانه وتعالى أدباً مع الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى هناك ألفاظ يحسن أن نجعلها خاصة بالخالق سبحانه وتعالى وإن كانت مثلاً جائزة في اللغة لكن أدباً مع رب العالمين أن نجعلها مع الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى هو الخالق شكرا للمشاهدة